السلام عليكم انا مواطنة مغربية زوجت على واحد الانسان في بيروت عراقي الجنسية وتزوجت به على سنة الله ورسولي وجبت منه بنيا ومن جوت منه بنيا نضو شي مشاكل تمه في بيروت وجيت لمغرب ومن جيت لمغرب تبعني وبقى معي هنا في المغرب ودرت العقد الزواج دي للمغرب هنا في العقد الزواج دي لبنان درته هنا في المغرب في الولفا وكنت عيشة انا وياه باخر بصراحة هي هادي كنت عيشة ما باخر هاد الانسان في الفين وعطاش حصلت علي الخيانة ووقفنا عودتاني على الاطلاق ورجعنا تبقي ناسب بشار وحنا مفارقين مع بدياتنا ورجع كي يقول لي يا الرجوع لقبل هاد البنت ورجعت انا وياه وسمحت لي في كل شي وديتلي اللي فوتو دي الخيانة دي ولو عودتاني كي حصلتهم علي قدمتهم لي في المحكامات للأسرة في الولفا وهاد سيد مبغاش يحشم مبغاش يحشم وخا كان عاود نسمح لي وكان عاود نسمح لي مبغاش يحشم مبغاش يحشم بقيت عيشة مزيان دك ساعة من يلا رجعنا حملت بالوليد ولدته ولدي دابا عمر 5 سنين والبنت عمر 8 سنين بقيت انا وياه بحر معك بقيت كارينة في واحد دار اخرى وابا رجينا كرينا هالدار هادي اللي انا فيها دابا هي ديرها ملكنا في الاول كنا غير كارين ها ودابا يرى ملكنا في 2013 تحولنا هالدار هادي هاد السيد مشيت انا وياه شرينا الارض شرينا الارض يعنا هنا في في اثنين بنخلوق شرينا الارض وبنيتها انا وياه وجمعت انا وياه وفي الاخر بغا يقول ابني علاش لاني انا كنت ديري لي وكالة بانو يتصرف كما بغا هوايا شرينا هذيك الارض هذيك الارض بسمينتي انا مضنا اول مشرية انا الارض ديرت لي وكالة بانو هوا يتصرف فيها في الدوائر وفي هدي بكولوك يقول يا انتي امره حضي ولادك انتي علاك بولادك مدشيش لي عان الدوائر وحشوما ويقولو مرت فلان وهدي مدشيش للدوائر انا وطقت في الي انا وراجلي وباتولداتي ديرت لي وكالة ولك يتصرف هو في الدوائر كما كيبغي هو كما بغا هو كيتصرف كيمشي كيجيب حتى البوتوات دول دوليك دخلت ما هوا بسمينتي وفي الأخير مدر شركة قال لي شوف من الناس غندروا الشركة وغندروا بانو كارين هاد الفيرمة باسمية الشركة وعيط لي واحد من الضاريبة ديالستات وقال لي هاد شير غيكون في صالحك سنتية باش ما تنزلش عليك الضاريبة غالية غتكري لي واحد المدة طويلة وغتكري هالي بثمان ناقص بزاف يعني ناقص يعني راه فيما كتدير فلوس صحيحة وكارية هالي بسعر قليل بزاف يعني راه بينها بينك كانوا كيتلعبوهم انا ما في الاول ما فهمتش في الاول تقت فيهم عيط ياد انسان من الضاربة قال لي انا غنصوب لك الوراق انا غنقاد لك انت غير عليك هو غايد يجي السلم الوراق وانتي غتوقع عليهم وغتوقع عليهم في المقاطعة ديالستات قلت لي اوكي دكش اللي درت مشيت معاهم وقعت لي الوراق باني انا كاريالي وباني انا هادي وصافي لانو راجلي معارفاش غديد حكا لي اين فودرت معها كم شار فعلية دعوة طلاق فعلية دعوة طلاق فستات هاد الانسان بغيت نعرف اش من حق واش من قانون غديدوز وحدة كانت مزوجة هنا في الولفا وولادها كيقراو هنا في كازا وغيدفعو لي وغيدفعو لي اطلق ديالي فستات وغيقبلوه فستات ومشا استغل الوكالة اللي كنت دير عليه وجبها شهدت السكنة ديال الدار اللي عندي تماكنيات لأقل لوم هادك هي البيت الزوجية اما هاد الافكازة ماشي بيت الزوجية مع العلم ان باقى اصلا هي لا تصلحات باقى للا بلاكارة تركبو باقى ما تفرشاتش اساسا يعني ما تفرشاش باقى هي هاكاك هاكاك انا وولاده كيقراو هنا كيقراو في الفيدير وصولا هي اطلق دياله اطلق ديال هاي لكيقراو هنا في الفيدير واندي البنت انا برا 80 سنوما هنا ايه بل اللهبتيت وانيا تقرا في الفيديدوز انا عند دري والد عام يعني من كان عنده عام انا دخلت في الفيديد يعني كيفاش هادك هيو البيت الزوجية حصلتم وحصلتم في الخيانة واوية حصلتم لا دارة الجايية كانت تجيل عندي و كانت تأكل و تشرب معايا و كانت تقولي يا تجاهي تكسكس و بغيتش نطيبه ليه من ايدك و كنت كناز القصري و ندخل العتل داخل و في الاخر قولك يجيب شرب و يدخل يشرب عندها في الدار و كانت تجي عندي و كانت تشكيش فيه انا مع راجلك انا رمى بيني و بينو والو دازت واحد مدوية تجي عندي قاتل يا راجلك عينو زيغة قاتل يا راجلك عينو زيغة ما تدريش فيه التاقة يعني كانت تكتبح لك تريحني من تجاه هي يا ري ربا علي انا الخير في الصيف مشاه مشاه كرا هو والده في طمارس اوكي كرا هو والده مشات هي عندهم تمه و باتت معاه بقاوه على الشرابات تصبح الحال والده جا كي بكي عندي قال يا ماما قلت لي نعم قال يا تاتا جاتي عندنا انا و بابا و نقول انت اش كا تقول قال يا اه ماما بابا هو بياه في الغرفة و انا يبكي يعني حابسين تدريب بوحده في البيت مامسوقينش ليه و ما سكروا و دخلوا نعسو و خلوا لي يا ولدي انا كي يبكي و هدريب عمرو غير خمس سنين يعني انا ما كي عارفش حاجه اسمي تلكدوب هدريب جا قا عود لي هدش عمرو غير خمس سنين ما غير عارفش الكدوب انا من البيت تحايلت على اخوها باش نعرف اذا اجو شاد الهضرة هادي واش حقيقة اولا تحايلت على اخوها قال لي اه قال ياد الهضرة كينا و اختي ما كتس و ما كتصلاح قال ياد الهضرة كينا دارت بين السب حنا يداتنا الواحد الكابانو في الطمارس ومشات عنده وبعتت عنده والغد لي مشا جابه واحد خر منتما خطه قدام واحد القاوة ومشا جابه واحد خر وقلت لي انا بغيت شي اتبات ما عندي شي اتباتات عليا قال لي انا غنعاونك جاب لي اوضيوات و ركسمعتيهم بودنك ركسمعتي الفضيحال باش كهضره ونيفود ياللي الهضرات ديالهم ركسمعتيه هذي جارتي هذي معمرة واحد وسبعين وديس فاسراطان محيدة البزولة ومحاش ماش ما شاكي لاخو يا احنا غرجوه الارض ما شاكي لاخو يا احنا غير 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 احنا غ من بره وش عمره هاد سيد تعاونت آنوية وبنينا ذاك المشروع آنوية وكيني الناس شهود تمانيت لامشيتو بنيتها آنوية هذيك الفيرمة هو بغي تدليه كل شي انفو حييتليه وكاله سيد سطا سيد صافي داخ مبقاش عارف عشنه غي يدير واللي طيحني في هاد شي الراجل اللي منضار الضاربة اللي حييتليه هو اللي طيحني في هاد شي وراته هو غدا نتابعه هادالي في الضاربة ما غداش نسكت عليه ما زال غدا نتابعه ولا هاد الوكالة ولا هاد القودات اللي كانوا في السطاس حاسبي الله وانعمالوا واكل فيهم تاو ما عندهم عوائل تاو ما عندهم ولاد تاو ما عندهم بزاف الحواج كما بغوي شاردوا ولادي وبغوي ضيعوا لي حق ولادي انا بغيت ربي الله لي كمال عليهم كاملين كعتداء بالضرب بالسبان بالالفاظ خيبة يعني ما نقولش لك عليها لانه ويسأ ركت انت سمعتش الأضيوات للسانو بشح الخيبة كنت عشاء انا وياهم جينا لقيتو بالدليل قفولة ديال الباب مشيت لنا المير سلطان درت بيه الشيكاية لقيتو ديجا هو دير بيه الشيكاية انو انا يا ما خصني كنسد علي الباب كنديلي بزاف الحواج انا الباب ما كنسدوش علي لانه هو ما كانش كيجي اصلا للدار هاد السيد كان كادب بانه هو مصافر لتوركيا هو ما كانش في توركيا كينديلي جو بي اس في الطونوبيل دال لي كاميرات في الدار كمراقبني كيس بغي شد علي شي حاجة والحمدوله مشت لية حاجة لاني انا نضف منه هو انا نضف منه هو لان داك الشي اللي كان بغي يحصلو علي ارا هو اللي كيديرو ماشي انا انا نضف منه بزاف يعني ما عندوش فيني وصلني ما عندو ما يشدو لي جا جيت انا القيت البيبان الباب ديال الدار بدي اللي القفل مشيش عند البوليس قلتلي مرب بدي لي القفل قل يا معدنا ما نديروك سير لداركم اليوم وغدا في الصباح جي عندنا مشيت عندهم في الصباح هضرت معهم قالوا يغان هضروا مع الواكيل المالك هنا يا ونعيطوا لهواية ويجي يحلك الباب كيسونه وعليه كيسونه يقولون انا خارج كازا انا مكينش في كازا سافي قالوا لي اشنو غان نقولك ما غاكشيش للدار اليوم تايجي هو غدا غا نقدموكم عند البوليس قبل ما نتقدمو عند الواكيلة كنا عند البوليس بقينا تقريبا شي العشرة ونصت الليل ما نبقينا عند البوليس وقال لي البوليس يعني قال لي الله خلي الدراري دخلو هادي وورا البرد عليهم هادي جا سبقني جا سبقني بالطنوبيل ساعة انا سبقتو انا سبقتو وحليت الباب ودخلت من جا هو رص ما كنسمح في البيبان كيتحيدو حيد علي الباب الحديد وحيد علي باب العود وجوجهم حيد علي وخليت ضرب لبيبان وورا كي لا فيديو را كشفتيه لا فيديو وورا شفتيه وما زال غا لوحو الناس وما زال غا يشوفو الناس بانو تعدى لي وعلى ولادي وحيد لي البيبان مشينا نهار اثنين تقدمنا عند الواكيلة المالك دخلنا قاتلي شوفها سيدي هادي كيقول لي هادي مرتي كدخلني وهادي ومن هناك تدخل الدار ما كدخل قاتلي احنا ما نسوقناش في الخيانة بينك وبين ما دامتك شي خيانة تدين لها السير عند البوليس وقدم بها شي كاية احنا بيناتنا هادي الولاد هادو هادو الولاد خاصة ما رجعوا لدارهم قاتلي يا سيدي هادي الجاري ما في حق ولادك كيفاش بخلي ولادك كيفاش بخليهم بلابيبان قاتلي في خبارك في هاد الكلمة الفاضراتي رغا نعتاقلك قاتلي انا كل ما جيتونات الغراتي覺得 yellقتلة قالتلي ايه السيدي يشاهد كلمة ديين القتلة رغا اقدر نزلك عليها قدر نزلكyn لاذا الكلمة ديين القتلة احنا بخيد فتحولنا عند الواكل المالك الوكل العام تخانا عندو صديقي أخذا زوجي بيه قال لي ايه يعني فينا و البيت الزوجيه ديال قلت لي هو هادك أنا من 2013 وأنا ساكنا في هدهTu وأيكي يقول لك هادك و البيت الزوجيه ديقابل لي قللي يا جيني من الله خدر اريفن كيقرأوَ قال لي ايكيحد يقرأوَ هنا في الفيدير و يقول لي كيفاش انتا دراري كياتي يقرأوَ انه كان هو بيصباعه و هوكه قال لي ال 2 و 3 و 4 و 5 كيقرأوه هنا ايه و كيبركونه اما معاو السبت كي يمشو تمو والحد كي راجعوا قال ايه وصاح بير البيت الزوجية ديال ومو ادالي في كازا اش كتخربق علينا وغير هاتنين اللي فات جاتني مكالمة كيقولي يا بقى انا راجلك مدخل وحدة للدار تما مشيت عندو مشيت انا والاخ ديالي ومديت معي وليداتي ومشيت حليت الباب ديال فيلا ودخلت الباب الكبير ديال الجردة ودخلت كان غويت كان قولي خرج عندي خرج هادك اللي عندك ما بغاش يخرج انا وصلت معه انا شو أنye ما هو الوحده عل بجائزнуть جونت جونت دار منزلة عندم الجدار قالو لي انت اسي هاد شي اللي اللي كي نانايا يقول لي ان اخي او الادك اللي قلت لي لا انا لم احبت ايه effort لق caste وجاء مهجم على اليه انا قلت لي انا بقى ممطلقش منو انا بقى علي دمته وحادي السيات يخبار بلو مدخل وحدة لهناي للدار و انا منجيت لاندونAmico ما بغاش ينزل سولوا الجوندار قال لي واش عندكش وحدة في الدار قال لي ما عندي تحت في الدار قال لي لما كان عندك تحت في الدار غدخل مارتشك معانا وغنشوف هاد شي قال لي مارتش ما غدخلش جروا على الجلب هدر هو وياه وارجع عندي قال لي عشان قول لك را عيطنا الواكل وواكل ما كيجوش ما عدناش امر باش ندخله انا قلت لي لا انا نبقى هنا خلا معي هو شاف جوندار مشا خلا معي جوج جدارمية معي فهما باتوا في طنوبيلتو وانا في طنوبيلتين ولداتي وهو برك في طنوبيلتو مرا داخل الفيلا مرا خارج مرا داخل مرا خارج ديك ساعة كان كيدخل عند السيدة اللي عنده في الدار كان كيطمنها بانه غايكون الخير ما كي غايكون تحاجة ما عقلش على اولاده في هاداك البرد انتشفت الجودة العربية كيدير بالليل ما عقلش على اولاده خلاوا منعسين في الطنوبيل بلغطة بالتحاجة تلت صباح تلت صدو نصد صباح تاجه الشاف دي الجندارم ويقول لي قال لي يا شوفي بلا ما تنوضوا صدار الماكين تحت قتلي اللي غندخل قال لي يا صافي قال لي يا شوفي سيدي قال لي اللي بغيتوا الدخلوا غتدخلوا انتوموا وهي ما غتدخلش معاكم هاداك الشي اللي داروا دخلوا طلعوا السيدة اللي معاها خرجوا معاها وحده منت ماكينيات ومطلقه ببنت وعندها بنتها صغيرة مشينا انا ركبت في طنوبيلتي هي ركبت في طنوبيلتي البوليس من مشينا تم ماكينيات من العشرة ونص وحنا كان من العشرة ونص وحنا تم عندهم كي يخضوا لينا في الاقوال دي وانا انا الشاف دي الجندارم قال لي يا شوفي اللي لا انتي من حقك كل شي من حقك ما تبشيش هاد السيدة من حقك تبقى هنا تتقدم من هنا ولكن الامر جامل عدواء كل مالك احنا معدنا ما نديرو سيري اختي عدواء كل عام كان قولا لي وضع الشراب وكانت قولا لي يا اشارب معي وكانت انتيها تكلينا نجنج برا براه انا دك شي اللي نطلب منك مكزعطى لي هاد السيد اشو الله ما بقش قد بغي contaminه واوني كمرأة عادية السيد ولك يطلمني حيحوي شخرين يعني حشو ما تنقولها حشو ما تنقولها كي قولي انا عدواء santé برا البدواء والتي زادة ما علاموا به وما الاقي براه ام م spheres ومن هد المنبار دي واند نذهو شوفي والسيد الوزير العدل والسيد رئيس النياب العامة والسيل حموشي والجميع المغاربة اللي وقفوا مع ليلا حتى اخطات حقها ويوقفوا معايا اناختكم مغربية باش ناخد حقي من هاد الضاغي وراني دير الشيكاية ديال خيانة ضد تجارتي عند البوليس ديال درسلطان وكانت منى انصافي يا ربي